يمكن زي ما حضرائك قلت عز أحمد احنا تمننا ان طبعا الفوز النهاردة يؤهل المنتخب التونسي للدور القادم ولكن يعني فوز معناوي طبعا هيبقى في الزاكرة انك بتفوز على بطل اخر نسخة لكاس العالم وهو المنتخب الفرنسي اللي عامل مصرات كويسة جدا من بداية البطولة كنا نتمنى المنتخب التونسي يصعد ويحالفه التوفيق طبعا في المباراة تانية مباراة الدنمارك واستراليا المنتخب الاسترالي الحقيقة هو اللي مفاجئة البطولة حتى الان انا عدت مع ناس كتير ونحن نتكلم من حال المجمعات محدش رشح اسستان استراليا يعني ما كانتش دخلة في الموضوع يعني هو بصراحة مفاجئة البطولة حتى الان صعود المنتخب الاسترالي للدور القادم من البطولة مفاجئة كبيرة جدا خاصة مع منتخب عريق زي منتخب الدنمارك يقدر يفوز عليه النهاردة مفاجئة كبيرة جدا وابداية كمان صعبة خسارة بالأربعة من فرنسي بيقدر يتجاوز الخسارة دي ويفوز على المنتخب التونسي في الحقيقة في أسوأ مباراة قدمها المنتخب التونسي في البطولة يمكن منتخب تونس عمل مباراة وقاية أمام الدنمارك في افتتاح المجموعة وتعادل وللأسف قدم مباراة سيئة جدا أمام المنتخب الاسترالي والنهاردة يعني بيعمل مباراة زي ما حضرتك فوز معناوي كبير جدا بدلك للتوانسة